تدعيات ارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض تزداد مع مرور الزمن فقد ارتفعت بنحو درجة فاصل اثنين مئوية مقارنة مع مرحلة ما قبل الثورة الصناعية ويقول باحثون إن ظاهرة الاحتباس الحراري هي السبب وراء الحر الشديد وتسببت موجات الحر في خسائر كبيرة في المساحات الخضراء عشرات الحرائق اندلعت غربي كندا وفي ولاية كاليفورنيا الأمريكية وعلى بعد 250 كم شمال شرق فانكوفر في كندا دمرت ألسنة اللهب معظم أحياء بلدة لتون مما أجبر الآلاف على الفرار كما سجلت في البلدة المنكوبة درجة حرارة لم يشهدها البلد على مر الزمن إذ بلغت 49.6 درجة مئوية وتسببت الحرارة المرتفعة بوفاة نحو 500 شخص في كندا و16 شخصا على الأقل في الولايات المتحدة وعلى بعد آلاف الأميال من كندا لا يبدو المشهد مختلفا في غابات قبرص الجبلية مشهد وصفته السلطات بالأسوأ منذ عقود النيران هنا أتت على 50 كم مربعا من غابات الصنوبر والبستين كما أجبرت السلطات على إخلاء ثماني قرى على الأقل فيما دمرت عدد من المنازل وعثر على جثث أربعة أشخاص قرب قرية جبلية متضررة وتجاوزت درجات الحرارة الأربعين درجة منذ أيام في قبرص فيما تزيد المخاوف من عودة النيران من جراء هبوب رياح قوية اشتركوا في القناة